أختم معك بسؤال حول الرئيس الدستوري الحر اللي البارح كانت فامة مسيرة كبيرة في الشارع ومحاميها كان ضيفنا نهار الجمعة تحدث على أنه البحث يقول باطل مزور النيابة العمومية معتها أحالة المحاضر على التحقيق حسب رأيك معناتها آخر المستجدات اللي قاعد يتم الحديث عليها والتحركات شو رأيك في العملية الإيقاف وما سورها من اتهامات للقضاء شوف عادي حاجتين أنا على المستوى الشخصي معناها وجود المرأة السياسية الوحيدة لتقود حزب في تونس داخل السجن مسألة تقلمني جدا 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 أنا مهما كان حتى في الكلام التونسي نقول الحبس للرجال حتى في العبارة الشعبية معنا نقول الحبس للرجال وجود مرأة وحيدة تونسية ترأس حزب سياسي مهما كان لشعبيته ومش هذا الموضوع وجودها داخل السجن مسألة مؤسفة جدا وجودها على خاطر عمل التظلم في مكتب الضبط في رئاسة الجمهورية مسألة مؤسفة أكثر تواصل وجودها دون محاكمة يولي تلاث وجايع معناها لا يكفي مرأة لا يكفي على ممارسة حق قانوني ودستوري ولا يكفي عندها تواقف أكثر من شهر وجودها أنا نطالب السلطات التونسية بالبد سريعا والإفراج على عابير موسي وحقها في ممارسة السياسة وخلي الشعب في الانتخابات يحسم المسألة ياولادي خليوا الشعب بمكن كلكم تقولوا الشعب خلوا الشعب يحسم المسألة في الانتخابات رئاسية واضح شكرا لك حتم المليك